وصلنا حبائي في تأملاتنا الحلوة الدسمة اللي بنستفيد فيها من دروس رائعة عن حياة المسيح وتعليمه وإرساليته ومجد جلاله لأصحح 8 آخر جزئية في أصحح 8 فهنتأمل مع بعض في حديث الرب مع اليهود اللي اتهموه أنه بقوة الشيطان بيعمل الآيات والمعجزات دي طبعا خلفية الكلام ده كان الحادثة اللي فيها وحدة زانية امسكت في ذات الفعل والرب أطلقها وقال لها اذهبي ولا تخطيه أيضا لكن هاجت الدنيا وماجد على الرب وابتدوا يحيكوا مؤامرات للتخلص منه أحبائي إذن وصلنا للجزء الأخير من أصحح 8 هذا الأصحح الدسم الغني المليان بأدلة وبرهين على لهوت المسيح دون أدنى شك في الآية 48 اليهود قالوا للرب ألسنا نقول حسنا أنك سامري وبك شيطان بيتهم اليهود المسيح بتهمتين باطلتين أولا أنه به شيطان وقد أثبت لهم عدة مرات أنه ليه سلطان على طرد الشيطان وسحقها مش تابع للشيطان لكن هو اللي ليه السلطان على الشيطان وتردها وكمان قال في مكان آخر أنه إن كان بقوة إبليس بيعمل الآيات والمعجزات دي فإذا مملكة الشيطان أو إبليس تكون انقسمت على ذاتها وده طبعا ما حصلش لأن البليس لسه يعني مملكة منظمة بيحارب البشر وبيقاوم عمل الله بيقاوم حجتهم وبيبين سخافة حجتهم الحاجة التانية هي أنه سامري قالوا أنك أنت سامري وبينشوف أنه ليه كل المجد بالرغم أنه مقصدوا بالكلمة دي إهانته بسبب نظرتهم الدونية عن السامريين ما ردش وقال لا أنا لست سامري لكن قال ليس بي شيطان عشان ما يجرحش مشاعرهم شايفين مدى الرقية في التعامل حتى مع الناس المنبوذين مش عايز يسيء ليهم قدام اليهود حسنوا معي يا حبائي قول الرب إن كان أحد يحفظ كلامي فلن يرى الموت إلى الأبد وهنا بنشوف عظمة لاهوته قدرة مجده وصلاحه اللي بيعمل بتعليم واتباع المسيح وخطواته دايما ده بيأدي للحياة أبدية والموت الجسدي اللي بيكلم عنه ما قدرش ينهي النوع ده من الحياة الأبدية اللي احنا نلناها في المسيح يسوع هيجي وقت يموت الجسد لكن نبقى في حياة أبدية لا نهاية لها في المجد والنهاية مع الرب يسوع بالنسبة لقول المسيح يا حبائي أبوكم إبراهيم تهلل لاحظته تهلل بأن يرى يومي عايز أقول حاجة إنه قول الرب لإبراهيم إنه في ناس لك تتبارك جميع قبائل الأرض في تكوين 12 وعدها الرسول وضحها لينا أكتر بوحي الروح القدس في غلاطية 3 عن إنه الناس للمقصود بيه في تكوين 12 هو المسيح بيقول مش عن أنسال كأنه بالجمع لكن بتكلم بالصيغة المفرد عن نسل واحد الذي هو المسيح اللي هيجي يتمم عملية الفداء والخلاص ويعيد البشرية مرة تانية يديها فرصة للرجوع لله في عبارة قالها الرب قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن ودي بتعد أقوى الكلمات اللي نطأ بها الرب يسوع على الإطلاق وفيها بيعلن المسيح بكل جهارة ووضوح قوة لهوته وطبيعته الإلهية الأزلية الأبدية السرمدية مش بس أكد وجوده قبل إبراهيم لكنه استخدم كمان لفظة الجلالة أنا هو أي الكائن أهيا الذي أهيا اللي استخدمها في خروج 13 بيعلن المسيح ليه المجد هنا بكل قوة أنه هو بنفسه يهوى أي رب وإله العهد القديم وبنشوف ذكر زي ما قلت اللفظة دي أو العبارة دي في مرة في خروج 3 لما أعلن الرب القدير نفسه لموسى لما عرفه عن نفسه وكمان في تتنية 32 اتكررت مرة تاني وفي أشعياء 41 اتكررت مرة تاني وغيرها كتير على فكرة وفيها بنشوف أنه الرب بيظهر نفسه أنه هو الرب الإله الأزلي الكائن قبل كل الوجود بل هو الموجد للوجود وبحيث أنه كائن قبل الوجود فده بيعني أنه هو اللي أوجد الوجود وخلق كل شيء وأعطى الحياة لكل نفس حية كان نبات أو كان حيوان أو كان إنسان واللي قال عنه بولس في أعمال 17 بتذكروا القول الشهير أنه به نحيا ونتحرك ونوجد وطبعا فهم اليهود أصد المسيح فهمه وأدركه تماما لكن للأسف بدل ما يؤمنوا به ويكرموه أدانوه واتهموه بالتجديف يا للأسف يا للمأساة يا حبائي لأنهم هم اللي كانوا بيجدفوا مش هو اللي بيجدف هم اللي كانوا بيجدفوا بيكونهم مقاومين ومعاندين للإله اللي هم بيزعموا أنه هم بيخدموا وبيعبدوا صاروا هم المجدفين على الإله اللي هم بيقولوا عن المسيح أنه بيجدف عليه يعني ألب الرب يسوع ألب الطولة عليهم والتهمة اللي هم اتهموا بيها الرب انتهى بالأمر أنه هو أدانهم بالتهمة دي وهو طلع براءه وهو دايما بيطلع براءه لأنه هو البار القدير القدوس اللي لم يفعل خطية ولم يوجد في حياته ولا في فمه غش أرجو كلنا حبائي في الختام نتعز من الكلام ده ونقبل المسيح رب ومخلص شخص لحياتنا ما نعانيتش زي الرؤساء الكهنة والفرسيين والكاتبة اللي كانوا بيقسوا قلبهم والنهاردة الرب بيقدم نفسه بمجد جلاله وبحبه وبلطفه وبرحمته لكل واحد بيسمعني النهاردة فبيصلي من كل قلب أن الرب ياخد الكلمات دي ويعمل بيها بالروح القدس يوجد بيها حياة لكل واحد بيسمعني النهاردة ولي إلهنا كل المجد إلى الأبد آمين